نظمت وزارة الداخلية عدداً من الدورات التدريبية لعدد من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنوالث وذلك للارتقاء بقدرات الأشقاء وتطوير أدائهم في كافة مجالات العمل الأمني في إطار حنص وزارة الداخلية على تقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الأفريقية والشقيقة وصلت الوزارة بتنصيق مع الوكالة المصرية لشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عقد دورات تدريبية لسقل المهارات الأمنية للأشقاء من مختلف الدول حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية لمئة وثمانين كادراً أمنياً أفريقياً ومن دول الكومانويلس في مجالات حراسة وتأمين الشخصيات والمنشأة الهامة وتأمين وإدارة منافذ الدولة ومكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة المخادرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وعلم الأدلة الجنائية وإدارة مصرح الجريمة والإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية وذلك بأكاديمية الشرطة وعدد من الكائنات التدريبية الأمنية موسيقى 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 Le matériel est moderne nous sommes ici nous avons appris et nous avons fait un recyclage du maniement des armes de points armes à épaule et nous avons aussi موسيقى ارتكزت برامج الدورات التدريبية على الارتقاء بقدرات الكوادر المشاركة فيها نظريا وعمليا حيث تم إتاحة الفرصة للمتدربين للتدريب في المعاهد التدريبية المصرية المزودة بأحداث ميادين التي تحاكي الواقع الأمني المعصر ما أكسبهم خبرات كبيرة في مجال هذه الدورة موسيقى موسيقى وقد أشاد المتدربون خلال حفل تخريجهم بالإمكانات التدريبية التي تتمتع بها مصر وإساماتها الفعالة في تقديم الدعم التدريبي للدول الأفريقية والشقيقة بغيات تحقيق الأمن والاستقرار في بلدانهم انتهت هذه الفرصة لتوجيه امتناني وشكري العميق لهذا الصرح الشرطي العظيم مركز بحث الشرطة وبنشكرهم على دعمهم المستمر وتنسقهم المستدام مع الوكالة المصرية للشراقل من أجل التنمية بهدف تحقيق أحد أبرز أهداف السياسة الخارجية المصرية وهي تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية هذه الدورات التدريبية تؤكد على الاستعداد الدائم من قبل وزارة الداخلية لدعم أشقائها في كافة مجالات العمل الأمني وفقا لمعايير تدريبية عالمية وعلى أيدي نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علميا وتدريبيا لنقل الخبرات الأمنية والتدريبية للأشقاء